قل الله تعالى في سورة النساء وَلَا تُؤْتُ السِّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا إخوتي المال قيام والمال مال الله وليس مالك أنت أمين عليه فلا تفسق فيه فإن الله سبحانه وتعالى قد لا يمتعك بهذا المال لأنك لم تقدره وهناك من يملك مال لا يستمتع فيه لأنه لم ينفقه على هلكته بالحق خطباء الجمعة يأتيني في خطبة مجمعها عن العين وعن كلام لا أصلا يجب الكلام فيه في خطبة جمعة ويتحدث عن الساعة من أمرك وأذن لك أن تتحدث عن الساعة وما جاء بها ليست من شأنك لا تسأل عن الساعة اعمل للساعة هذا ما أريد أن أقوله من ما جعل الله ميزان السعادة فيه وهو المال مال الله وليس مالك فأنفقه على هلكته بالحق تذهب بأولادك إلى مطعم بوجبة واحدة تصرف سبعمائة ريال ثمانمائة ريال حتى الدخان تشتريه غالي ثم بعد ذلك إذا ارتفع البنزين كم هلبة أو كم ريال ظهرت عينك كما ظهرت عين الجرادة إلى أعلاها وكأنك أنت يؤخذ منك هذا وليس لبيت مال المسلمين ما يؤخذ منك من الدولة لبيت مال المسلمين احتسبه أجرا وانتبه بما صرفته في المطعم أو على الدخان أو على أمور تافهة لا تستحق ونحن في دولة آمنة يقول الله أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم والله ما أقول هذا لأنني واقف على باب حاكم لكن هذا هو الحق إذا ابتدع الحاكم نظاما ليس في القرآن فيجب طاعته إذا كان يكفل الأمن والعدل كما أخذ يوسف أخاه في دين الملك وهو نبي إذا قرر الملك نظاما يكفل ذكى الأمن والعدل فإن معصية هذا النظام من معصية الله وأطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم ما قال ثم أولي الأمر منكم كما يقول بعض المجدفون في المجالس لا الله والرسول ثم أولي الأمر هذا تغيير في كلام الله لذلك علينا أن نقدر ولي الأمر فهو الحاكم ولي الأمر وليس الشيخ الشيخ ليس ولي أمر وإنما هو دائم بالحكمة والموعظة الحسنة وعليه أن يقف عند هذا ويترك للحاكم سيف العدل في الأمم أيها السادة إن معصية الحاكم في النظام التي تكفل الأمن والعدل هي من معصية الله فاحذروا وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وعلى خطب الجمعة أن يحرصوا على الأمن والحديث عنه والموروث الدين عنه والمال الذي هو القيام هذا هو ما يجب أن يتحدث فيه خطباء الجمعة وليس عن الساعة والعين وغير ذلك ممن لا يخشع القلوب حتى ولن ترهبنا في الساعة فنحن نعبد الله هو صاحب الساعة هو الله الذي جعل للساعة أجلا وقال لا تفكروا فيها اعملوا لها فقط شكرا